كل الشعب فخور بما كان بيوم الافتتاح بما قدمت الجمهور كل الأجواء كانت أجواء سعيدة صراحة عشنا أجواء جميلة عرس كروي عرس شعبي كل الشعب العراقي حاليا يمر بمرحلة فرح مرحلة فرح بما كان وموجود أنه الأخوان الموجودين الأخوان الخليجيين الضيوفنا موجودين كل الناس فرحانة بهذا الشيء نتمنى أنه ساعدين بالافتتاح نتمنى أنه مواصلة النجاح بالبطولة نحن نتجرد أنه بعين عن كونه رياضيين الكل يشوف الآن رجع مشجع يحس أنه بلده في حدث كبير كل سعيدة ومتفاعلة في الحدث يشوف الآن بالشارع الناس كلها تهجى عن البطولة تشوف المواقع بأي مكان أنه تلقى الناس مهتمة جدا اهتمام كبير كروة القدم هي تجمع الشعوب صراحة شيء ملموس عدنان يعني من سنين طويلة أربعين سنة وخمسة واربعين سنة ماكو أي حدث يعني صار بالعراق مجرد مباراة ودية يعني لعبنا بالمنتخب وفترات طويلة ما أخذنا أي منافسة بالأرض العراقية هذا الشيء تمنى أنه يفتح آفاق جديدة وترجع لكرة العراقية يعني الملاعب العراقية تصديف المنتخب الشباب يعني تم تصعيد تقيمة تسع لاعبين من المنتخب الشباب المنتخب الأول وتطعيمه بلاعبين الخبر يعني كان في وقتها كابتن نونس محمود كان مستبعد من المنتخب يعني كان أكيد إضافة كبيرة للاعبين الشباب أصبح أخذت عليه على السلام الرحيم سلام شاكر على عبد الزهرة أعتقدهم اللعب الخامس نور صابري كان كابتن نور رهم إلى تقرب المنتخب اللعبين الخمسة لخبرة أضافة كبيرة للمنتخب صار خليط مزجانس من اللعبين الشباب من اللعبين خبرة عن طريق وضع بسامن شكرا